صفعة أخرى للنظام المغربي هذه المرة أيضا من الوفود الأفريقية المشاركة في أشغال القيمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد محاولة المخزن استبعاد الصحراء الغربية من المشاركة في واحد من أبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية المقرر نهائة الشهر المقبل بتونس لقي رفضا قاطعا من الأفريقى وتأكد ذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بلوساكا قرارا يطالب بإشراك الدول الإفريقية كافة في الموعد المرتقب قرار رفض استثناء أي دولة إفريقية جاء في ختم جلسة مغلقة عرفت نقاشا مطولا بين وزراء الخارجية الأفريقى في إطار دورة الحادية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بعاصمة زامبيا ويبدو أن حياكة نظام المخزن للمغالطات ومحاولاته التلاعب وتوجيه التكتلات الإفريقية والعالمية وفرض رأيه خصوصا ما تعلق بالصحراء الغربية تسير كل مرة نحو الفشل وهو ما بدى جليا هذه المرة فحتى الدول المتحالفة مع المخزن لم تسانده في موقفه وحجده الوهية على أن الشراكة التي تربط الدول الإفريقية باليابان لا تندرج في إطار الاتحاد الإفريقي سياسة التلاعب تلك أصبحت مكشوفة ومستنكرة بدليل تجديد العديد من الوزراء الأفارق المشاركين على ضرورة مطالبة الشريك الياباني توجيه الدعوة لكل الدول الإفريقية بما فيها الجمهورية الصحراوية موقف موحد لدول القارة الإفريقية اكتمالها واجب وضروري وأما سياسة التفريق أو الإلغاء المنتهجة من المملكة المغربية فلن يكتب لها أن تتحقق